الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا وإمتنا ومشيخنا واصحاب الحقوق علينا وارض اللهم عن جميع المسلمين آمين وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة الكرام ومع برنامجكم الأسبوعي المتجدد فقه الأئمة في حياة الأمة تجديد وعي تصحيح مسار تقويم عوجاج اكتهاد لصناعة أمل فسيح ومستقبل الشريح ولقاءنا اليوم أيها الكرام هو استكمال لما بدأناه من قبل في إطار فقه العمليات الجراحية التجميلية وبعد حديثنا عن الأحكام التكلفية الخمسة التي تعتري إجراء مثل هذه العمليات وبعد حديثنا عن مصادر مشروعية هذه العمليات في ضوء القرآن كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ولا يجوز للإنسان أن يحكم أو لأي عالم أن يحكم على مثل هذه القضايا إلا بعد تصورها في واقع الحياة وتصورها عند أهل التخصص وأن يربط هذا التصور بما ورد من أدلة وأن يحسن الاكتهاد في استنباط الحكم الذي يسمح له بالتطبيق على هذه الواقع فالحكم على الشيء فرع عن تصوره كما قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقول لما تصف ألسناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ولكن الأصل في مثل هذه القضايا هو الجمع بين فقه واقع هذه العمليات والنظر فيما يجب عليها من فقه الدليل واستنباطه وبيان الحكم فيه فتحدثنا عن الأحكام الخمسة وإن كانت هناك بعض الأدلة التي تضبط مثل هذه القضايا هناك أدلة عامة كحديث مرسل جاء في موطع الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين يمارسان مهنة الطب هذا حديث يتعلق بالمتخصصين أن يكون عالما بهذا الطب بهذا النوع من الطب قال لهم أيكم أطب أي أعلى درجة في مثل هذا الأمر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الطب خير فقال أنزل الداء الذي أنزل الدواء وفي حديث آخر فيه تحذير من الدعاء الطب في مثل الطب إجمالا او الدعاء الطب في مثل هذه العمليات التجميلية حديث قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن في لفظ آخر وابن القيم رحمه الله في أكثر من كتاب في كتاب الطب النبوي وفي كتاب زاد المعاد هو يتحدث عن قضية الطبيب وما يجب أن يتوفر فيه فقال إن الطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطبي وعمله ولم يتقدم له به معرفة يعني ادعى من تطبب فيها معنى التكلف يعني تكلف الطب وهو غير متخصص بهذا الأمر فقال من ادعى إن الطبيب الجاهل إذا تعاطى الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة يعني غير عارف بهذا الأمر فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس كان سببا في إتلاف الأنفس ولذلك ضمنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ترتب عليه من ضرر اتجاه المريض وقال هذا إجماع أهل العلم في هذه المسألة في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحب الكرام بل أمرنا جميعا أن نتحرى الطبيب الحاذق ابن القيم يقول الطبيب الحاذق هو الذي يملك ما لا يقل عن عشرين مرض يعرف أسبابه وأعراضه وسبل لاستشفاء منه هذا يسمى طبيب حاذق متخصص مبدع في هذا الميدان الإمام مالك أيضا في موطئه رضي الله عنه وأرضاه روى بسنده عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جرح أصابه جرح رجل أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم وإن الرجل دعا لرجلين من بني أنمار يعني طلب رجلين من بني أنمار فنظر إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أيكما أطب أي أيكما أتقن للطب فقال أو في الطب خير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنزل الدواء الذي أنزل الداء هذه رواية أخرى وفي رواية عن عمر بن دينار عن هلال بن يساف قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أرسلوا إلى طبيب ايتوني بطبيب فقال قائل وأنت تقول ذلك يا رسول الله قال نعم إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له دواء لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء هذه قضية مهمة فطلب الدواء سنة كونية وضرورة حياتية وأمر معروف في سنة خير البرية صلى الله عليه وسلم والله تعالى وضع في كونه سنة لا تتبدل ولا تتغير هي أقدار الله هو الذي يبتلي بالداء وهو الذي أمرنا أن نطرق أبواب الدواء وهناك موقف عقضي يحتاج إلى أن نجدد وعينا به الإمام عبد القادر الكلاني رحمه الله رحمة واسعة هذا العالم التقي النقي المربي لجيل حمل راية هذه الأمة برضا فدخل عليه أتباعه ومريدوه فطلب منهم أن يأتوا له بطبيب فقال أحدهم يا إمام أتفر من قدر الله تخشى قدر الله تطلب طبيبا أنت الذي تطلب الطبيب كما قال هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم أنا أدفع قدر الله بقدر الله أدفع قدر الله أي المرض بقدر الله أي الدواء ومن قبل قالها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه نفر من قدر الله إلى قدر الله فالقدر هنا هو الأخذ بالأسباب والاعتبار بالسنن الكونية إن كل شيء خلقناه بقدر السنن الكونية لا تتبدل سواء أخذ بها المسلم أو غير المسلم غير المسلم أخذ بها نجا وأفلح وأنجح والمسلم إذا لم يأخذ بها خسر وحرم الفلاح والنجاح هذه سنن كونية من زرع حصد ومن جد وجد هذا قانون الله تبارك وتعالى لذلك الأخذ بالطب هو أخذ بقدر الله وأخذ بأسباب الدواء كما أمر الله تبارك وتعالى لذلك أقول بأن الطبيب يجب أن يكون متخصصا لا مدعيا للطب والإمام الخطاب رحمه الله في كتابه الرائع معالم السنن وشرحه الإمام الطيبي في كتابه شرح المشكاه الكاشف عن حقائق السنن قال الإمام الخطاب رحمه الله لا أعلم خلافا وذكر هذا النص أيضا ابن القيم في زاد المعاد وفي كتابه الطب النبوي قال هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة وردي الله عنه لا أعلم خلافا في أن المعالجة أي الطبيب إذا تعد فتلف المريض كان ضامنا أي يضمن وهذه قضية يجب أن نتحدث عنها الآن ولسيما في أن بعض المشافي قد تجري عملية جراحية فيترتب عليها ضرر بالمريض يذهب الرجل أو المرأة إلى هذه المشفى لتجري عملية جراحية فبدلا من أن يعيد إليها بهاءها وسلامتها واستقامتها يكون سببا في تشويه صورتها والإضرار بها سواء كان طبيب جراح لعلاج عضو باطني فأثر في عضو آخر أو لبتر أصبع فأثر في أصبع آخر أو لعلاج التشوه خلقي في وجه الإنسان أو في بدنه فشوهه وزاد التشوه هنا هل يضمن هذا الطبيب أم لا القانون المدني في كل الدنيا العربية والغربية تحدثوا عن مسئولية الطبيب المدنية التي تدور في فلك ما يسمى بالمسئولية التقصيرية وفقهاء القانون ولله الحمد كان لهم باع طويل في هذا الميدان لكن سبقهم علماؤنا الكرام من القرن الأول حتى اللحظة التي نعيشها في المجامع الفقهية المعتبرة كالمجمع الفقهي مجمع البحوث الإسلامية والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي للمنظمة الدول الإسلامية مجامع فقهية فيها علماء كبار أهل علم رصين ندعو الله أن يبارك في من كان على قيد الحياة منهم وأن يحفظهم وأن يخرج من بين أقلامهم واكتهاداتهم ما ينفع العباد ويصلح شأن البلاد اللهم آمين فاكتعد هؤلاء في ضوء ما يسمى بالمسئولية التقصيرية ولنا وقفة مع هذا الأمر ولسيما بأن معظم الأطباء قبل أن يقوموا بإجراء العملية وهذه قضية تحتاج إلى تجديد الوعي يستكتبون المريض أن يأذن لهم بإجرائها وأن يرفعوا عنه عن الطبيب الحرج إذا لم تأتي العملية بثمارها يعني المريض يكتب ورقة بخط يده أو أن يكتب وليه أو المسئول عنه أو وصيه يعطي الطبيب إذنا بإجرائها ويعفي الطبيب من تبعاتها إذا كان هناك ضرر كالترتب على إجرائها وللأسف الشديد عموم المسلمين ليس لديه وعي بقضية مسئولية الطبيب الطبيب مسئول أمام الله أمام مهنته وأمام القانون ومسئول أمام المريض ومسئول أمام أخلاقه فهناك مسئولية على هذا الطبيب حتى وإن أخذ إذنا ولذلك بعض العلماء فصلوا المسألة قالوا إن كان هذا الطبيب مدعيا لطب التجميل أي غير متخصص فأضر بالمريض إجماع العلماء أنه يضمن بإجماع العلماء يضمن مطلقا بإجماع الفقهاء وبقول أهل القانون والقواعد القانونية المدنية التي تسمى بالمسئولية التقصرية فالحديث واضح من تطبب ولم يعلم منه الطب ولم يكن بالطب عالمة فهو فهو ضامن 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 فالإمام الخطاب رحمه الله أيها الكرام فصل المسألة بإيجاز قال لا أعلم خلافا في أن المعالجة إذا تعد فتلف المريض كان ضامن والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد فإذا تولد من فعله التلف يعني كان الأثر من وراء فعله بإجراء العملية تلف ضمن الدية وسقط عنه القواد أي القصاص يعني لا يختص منه وإنما عليه الدية لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض أي المريض أذن له إذن في هذه العبارة إذن المريض لا يعفل الطبيب من المسئولية وهي مسئولية الإتلاف فعليه الضمان ولكن ليس عليه القصاص لكن إذا تعمد الأمر فعليه القصاص فهناك ما يسمى بالجناية الجناية أو التعدي بالمباشرة والتعدي بالصراية التعدي بالصراية والواسطة التعدي بالمباشرة بقصد التعدي عليه القصاص إلا إذا عفى المريض لكن التعدي بالسراية هو لا يقصد إطلاف العضو فعالج عضوا فسرى الأمر إلى عضو آخر فأتلفه هنا يضمن لكن بضوابط وهنا يأتي السؤال متى يضمن الطبيب إذا كان سببا في إطلافي أو تشويه صورة المريض الذي دخل لإجراء عملية جراحية تجميلية فلذلك هو يقول جناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على العاقلة إذا لم يكن قاصدا للتعدي إذا لم يكن قاصدا للتعدي وبسبب إجراء العملية أضر بالمريض فيضمن لكن الضمان على عائلته على العاقلة كله أي أقارب الجاني هذا كلامه المهم شيخنا في دار الإفتاء وفي موسوعة فتاة ودار الإفتاء المصرية لهم كلام رائع سيدنا الشيخ عطية سقر رحمه الله ونقل كلام علمائنا الكرام كالشيخ أحمد هريدي رحمه الله في عام 1962 تحدث عن هذا الأمر ونحن نريد أن نجدد وعينا بما قاله علمائنا الكرام كانوا يملكون علما رصينا عندهم تجرد وعندهم عقلية بحثية ورؤية اكتهادية ففي عام 1962 الشيخ أحمد هريدي رحمه الله رحمة واسعة تكلم كلاما رائعا في هذه المسألة فكان هناك سؤال يقول ما حكم الحكم لو قام الطبيب بعلاج مريض أو بإجراء عملية جراحية توفى بسببها المريض أو ترتب على إجرائها ضرر هذا الضرر قد يكون تشوف في خلقته أو يكون إضرار ببعض أعداء ضائه الباطنية هل يضمن أم لا قالوا بالنص الجواب وهذا منهج سيدنا الشيخ عطي سقر رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه كان عالما فذا وكان شيخي وإمامي فضيلة العلامة الإمام الذي كنت أحسبه من أولياء الله الذين كانوا يمشون على الأرض وأنا كنت في المجلس الأعلى الشئ الإسلامية وأنا كنت مشرف على اللجان العلمية وخاصة لجنة الموسوعة الفقهية كان سيدنا الشيخ الدكتور الإمام أحمد طهريان رحمه الله رحمة واسعة وجعله الله في أعلى عليين إذا ذكر مولانا الشيخ عطي سقر يبكي بكاء شديدا ويترحم عليه ويقول رحم الله شيخي كان ملكيا وسيدنا الشيخ الدكتور أحمد طهريان كان قطب الملكية في الشرق الأوسط في العالم الإسلامي في زمانه رضي الله عنه وأرضاه كان يبكي يقول رحم الله شيخي وإمام الشيخ عطي سقر هو الذي علمني كيف أكتب في موسوعة جمال عبد الناصر الفقهية كانت تسمى بموسوعة جمال عبد الناصر التي أسس المجلس الأعلى على يد المرحوم محمد بيك عوض عوضين عوض الله الذي أسس هذا المجلس فأقام هذه الموسوعة الفقهية الرائعة التي تجمع بين المذاهب الثمانية فيترحم عليه فالشيخ عطي سقر يقول في الرد على هذا السؤال صحيح الطبيب أخذ إذنا من المريض حتى يتفلت من العقوبة المدنية أو العقوبة الجنائية لكن الفقه الإسلامي والقاعدة المدنية الآن التي تتحدث عن المسؤولية التقصيرية لها رأي آخر المريض ثقته في الطبيب فأعطاه الإذن لثقته فإذا ما أخل الطبيب في إجراء العملية وكان متسببا في وفاته أو الإضرار به أو تلفه قال الشيخ الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن وقال قال ابن القيم رحمه الله إن الطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة فقد هاجم بجهله على إطلاف الأنفس وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه على ما لم يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان لذلك وهذا إجماع من أهل العلم فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض الإمام ابن القيم كهكذا يقول الشيخ وهو ينقل كلام مولانا الشيخ أحمد هريدي عام 62 رحم الله علماءنا إجمعين يقول الطبيب الحاذق الذي يعطي الصنعة حقها الطب مهنة وصنعة صناعة الطبيب الحاذق هو الذي يعطي الصنعة حقها ولم تجني يده فتولد من فعله المأذون من جهة الشارع ومن جهة من يطبه أن يعالجه تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة فهذا لا ضمان عليه اتفاقا فإنها سراية مأذون فيه ووضع قاعدة تقول يعني ابن القيم وضع قاعدة كما يقول الشيخ في موسوعة الفتاوى المصرية في المجلد العاشر في الصفحة 275 من هذا المجلد يقول الشيخ هذه قاعدة وضعها ابن القيم قال فيها سراية الجناية مضمونة بالاتفاق وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق وما بينهما ففيه النزاع وما بينهما ففيه النزاع معنى هذه القاعدة أن الجناية مضمونة بالاتفاق إذا أدى إلى تعمد الإضرار والتقصير في مهنة الطب فهو ضامن بالاتفاق وسراية الواجب مهدرة بمعنى إذا قام بواجبه المهني وفق أبجديات الطب وفق المعلوم في الطب فلا ضمان عليه لأنه قام بواجبه كما تعلم وكما قال فقه الطب وكما قال علم الطب وكما قالت قواعده أبجدياته وهنا لي وقفه فقهاء القانون كانوا أهل وعي بحسب زمانهم تحدثوا عن المسئولية التقصيرية وقالوا إنها مسئولية تقصيرية يقصد بها كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض لكن هذا الخطأ الذي ترتب على فعل الطبيب نوعان خطأ جسيم وخطأ غير جسيم هذا ما يريده ابن القيم الخطأ الغير جسيم هي الأمور الدقيقة جدا التي تحتاج إلى اجتهاد متجدد من الطبيب لكن وفق فقه الطب وفق أبجدياتي وفقها وفي ضوء المعلوم في أبجدياتي إجراء مثل هذه العمليات الطبيب لم يخطئ الطبيب لم يخطئ أخذ بكل أبجدياتي إجراء العملية والمحاذير وأجراها لكن كانت هناك زاوية بعيدة عنه بعيدة عن اجتهاده بعيدة عن اجتهاده بعيدة عن اجتهاده هل يتحملها؟ فقهاء القانون قالوا لا يتحملها بذاته فالخطأ غير الجسيم لا يتحملها الطبيب وإنما تتحملها نقابته التي تسمى بالعاقلة حديثا كالنقابات المهنية نقابة المهندسين نقابة الأطباء فالنقابة هي التي تتحمل هذا التعويض أما الخطأ الجسيم بمعنى هذا الخطأ لا يقع فيه مثله أي طبيب بسيط طبيب ممارس لا يقع فيه مثل هذا الخطأ حينئذ الطبيب وحده هو الذي يتحمل هذا الضمان لأنه أحدث خطأا جسيما لا يقع أقل الأطباء فيه فإذا هناك نوعان من الضمان ضمان يتحمله هو إذا وقع فيه وضمان تتحمله نقابته إذا كان هذا الخطأ غير جسيم الحديث أيضا كما أقول ذو شجون وإن كان لنا في العمر بقية نفصل بعض قضاياه وبعض أنواع العمليات التجميلية أسأل الله لي ولكم حسن الفقه وحسن السمع كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وجميع المسلمين نعمة القبول وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أزواج أمهات الممينين وذريته وآل بيته الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته